أهلا بكم أعزائي طلاب الصف الثالث السنوي معكم أستر ماجد الخلف ودرس جديد من دروس علم النفس النهاردة علم اجتماع عن العمل التطوعي ما تنسوشوا السبسكرايب واللايك والشير فعالوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد تعريبا بالنزل كل يوم أو كل يومين لو فيه أي حاجة يسيب كومنت وأنا هرد عليك ثقافة العمل التطوعي دي تعريفات التطوع أهم تعريف فيهم والتعريف الأساسي هو أن يتعهد الشخص بمحض إرابته من نفسك دون قهرة أو إجبار بمنح جانب سواء من وقتك أو مالك أو جهدك أو ممكن التلاتة ما فيش مشكلة خالص يعني التطوع هو أنك من نفسك كده قررت أنك تدي وقتك أو جزء من وقتك جزء من مالك تمام مجهودك تمام لخدمة مجتمعك طيب تغور الشعر الهندي قال أن المتطوع كالزهرة تملأ الفضاء بأترها وتكون خدمتها الأخيرة أن تقدم نفسها إليه روزاريون قال انخلاط في مجتمعات في نشاطات خيرية تتضمن عنصر الالتزام أنك تكون ملتزم ويمتدي نفعها ولا يقف عند حد الشخص المطوع كما ينظر للتطوع أو ينظر للتطوع على أنه إعطاء الوقت والمال وتفضيل الصالح العام ينظر للعمل الطوع لأنه كمان إيه؟ فرض كفاية زباة تنموي خدوا بالكم من دي فرض كفاية زباة تنموي يتسم بالجودة ويقوم به الإنسان بشكل فردي أو مؤثس يعني ممكن تقوم به لوحدك ممكن تقوم به داخل جمعية أو مؤثسة بمحد إرادته خدوا بالكم أهم حاجة في الموضوع التطوع أن يكون إيه؟ بمحد إرادته ودون مقابل من واقع إيمان وانتمائي وإحساسه بالمسؤولية بهدف مساعدة الآخرين وتحسين حياتهم محتسبا للأجر عند الله ده مفهوم التطوع خلينا قيمة العامل الطوعي واحد إبراز الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية اللي هي غير حكومية بتلبية الاحتياجات الأساسية المحدود الداخل وتنمية المجتمع يبقى إبراز دور الجمعيات الأهلية واحد اثنين العامل الطوعي ليس برامج وأنشطة تقوم بها الجمعيات الأهلية بل عملية هادفة لترسيخ قيم في المجتمع كالعطاء والانتماء والولاء يبقى اثنين ترسيخ قيم العطاء والانتماء والولاء واحد إبراز الدور الذي تلعبه الجمعيات غير الحكومية والجمعيات الأهلية خلاص كده في تلبية الاحتياجات الأساسية المحدود الداخل وتنمية المجتمع ترسيخ قيم في المجتمع كالعطاء والانتماء والولاء ثلاثة نشر ثقافة التطوع يرسخ في الشباب التوازن بين الروح الفردية والجمعية وهذا يوفر المناخ المناسب لتنمية شخصياته وخدمة المجتمع يبقى كمان فيه فائدة بتعود على المتطوع نفسه أنه هو إيه بقى؟ يبقى عنده توازن بين الروح الفردية والجمعية تمام؟ مناخ مناسب لتنمية الشخصية وخدمة المجتمع أربعة نشر ثقافة التطوع سوسيولوجياً اجتماعياً تبرز الأليات التي تقلل من مشكلات المجتمعات المحلية يبقى مشكلات المجتمعات المحلية لازل تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الاجتماعية محدودة النفس الغلابة عن الفئة تمام؟ الفئات الاجتماعية محدودة الداخل التطوع حين بيلب الاحتياجات بتاعتها وكذلك تقلل من مشكلات الشباب في هذه المجتمعات مثل الإدمان والجرائم والعمر ومشاركة الشباب في أنشطة التطوع يحميهم من الوقوع في المشكلات يبقى ثقافة التطوع لما تنتشر في المجتمع يبقى لها فايدة على المجتمع ككل؟ يبقى لها فايدة المجتمع تلبية الاحتياجات الأساسية المحدودة الداخل طب للشباب نفسهم نحن قلنا للشباب المتطوع بيرسخ القيم كالعطاء والولاء والانتماء وبينام بشخصياتهم وكمان بيحمي الشباب من مشكلات زي الإدمان والإجراء والعمر نشر ثقافة التطوع يعكس الدور المهم الذي تلعبه النظم الاجتماعية في ترسيخ قيم التطوع من خلال التنشئة في الأسرة والمدرسة وسائل اتصال المكتوب والمسموع والمرئية منظمات المجتمع المدني يبقى ثقافة التطوع كمان بتعكس الدور للتلعب النظم الاجتماعية تمام؟ زي الأسرة والمدرسة وسائل اتصال المكتوب اللي هي الصحافة يعني والإعلام سواء كان إعلام مرئي اللي هو التلفزيون أو إعلام مكتوب اللي هي الصحفة تمام دي قيمة العمل التطوعي أشكال العمل التطوعي في عندنا سلوك تطوعي غير مقصود وفي عندنا فعل تطوعي مقصود يعني إيه سلوك تطوعي تمام زي وهو الممارسات التطوعية التي يمارسها الأفراد استجابة لظروف طارئة فاكرين الاميرجنسي اللي خدناها في التفاعل العرضي لما قلنا لما يبقى فيه تفاعل عرضي كنا بنقول إيه ده إميرجنسي حالة طارئة حصلت كده فبتلاقي نفسك بتلاقي هيا ده 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 اسمه سلوك تطوعي يبقى ممارسات تطوعية وممارسة الأفراد استجابة لظروف طارئة أو مواقف إنسانية زي إسعاف جريح إنقاذ غريق أو زلزال أو حريق أي مشكلة حادثة حصلت تلاقي نفسك من نفسك من تلقاء نفسك كده بتتطوع تروح تخدم تساعد تعمل حاجة ده اسمه إيه ده؟ سلوك تطوعي طيب دوافع الفعل هو الشعور الإنساني أو الموقف الأخلاقي أو الدافع الديني أو كل ذلك دون انتظار له مقابل يعني الدافع اللي بيخليك تعمل كده سواء كده موقف أخلاقي دافع الديني كل ده مع بعضه تمام؟ بتلاقي نفسك بتشارك وبتساعد في الأمر ده تمام؟ إيه الفعل التطوعي بقى؟ ويقصد بيه الممارسات التطوعية النتيجة عن الإيمان بهمية هذا الفعل وضرورات لا يأتي نتيجة الحواد الصراع وإنما هو عمل قائم بالذات ده بقى أنت بتروح مؤسسة تطوعية تمام؟ وتقول لهم أنا عايز أكون عدو معاكم بقى خلاص بقى ده مش عمل يعني هنا ده بيبقى إيه؟ عمل طرع يعني حاجة كده موقف حصل وانت شاركت فيه خلص الموضوع وبتكمل حياتك إني لا هنا لا ده أنا الفعل التطوعي ده أنا هكون مشارك ده جزء من حياتي بقى أني أنا هشترك بوقتي مثلا هخصص تمام؟ يوم اتنين اسبوع كم ساعة من وقت دول هايبقوا ليه؟ للجمعية أو للمؤسسة التطوعية لاتشارتي اللي أنا شغال فيها ده يعني كأنك هتشتغل في المؤسسة دي هتوبقى بقى إيه؟ عضو بقى هنا الفعل التطوعي هتوبقى عضو عامل في المؤسسة دي ده معناها إن إيه؟ ده مش بقى سيبقى وقت حاجة طريقة وعدت لا ده مستمرة معاكم عالطواء عشان كده بسميه فعل تطوعي لكن هنا سلوك تطوعي عشان ما تتلغبطوش سلوك بيبقى إمرجنسي حالة طوارئ انت شاركت فيها فعل تطوعي لا ده هيبقى جزء من حياتك بقى فعل تطوعي هتوبقى أنت مشارك بالفعل بقى سواء بالمال بالجهد تمام بالوقت بيهم كلهم إنك هتوبقى مشارك زي كده إنك هتوبقى جزء من المؤسسة دي بقى أنواع المشاركة في العمل التطوعي تمام؟ زي ما قلنا أنت هتشارك بالمال أو الجهد تمام؟ أو بالوقت أو بيهم كلهم يعني في عندنا المشاركة وده مهم جدا السؤال اللي بيبقى وزن تقيد في الامتحان بقى المشاركة المعنوية بين من الاسم اللي أقول معنوية معناه أنه مفاش مد يعني مفاش مقابل المد يعني مشاركة معنوية تمام؟ إنك هتنبه الناس إنك هتعمل إعلان يعني ببساطة كده مشاركة معنوية إنك بتعمل إعلان دي المؤسسة دي يبقى المشاركة تحدث من خلال الدعم المعنوي للمشروع الخير سواء بالتشجيع أنك هتشجعهم أو الدفاع عنه لو تعرض لنقط أو التعريف به في المحافل العامة يبقى بمجرد الإعلان إنك بتعلن عن المشروع ده أو بتدعمه أو بتشكره أو بتتكلم عنه مع حد تاني أو بتروح نصلا تواعي الناس إن المشروع ده مهم يبدأ اسمه مشاركة معنوية المشاركة المعنوية تعد نوعاً من الدعاية غير المبشيرة للفعل التطور خذ بركين علي للعمل التطور خلاص عرفنا إنه معنوية؟ طيب المشاركة المالية سهلة من إسمها كده يعني هتشارك بالمال تواني دعم المشاركة الخيرية بالمال حيث يمسل مال أحد مقاومات نجاح طبعاً المال أحد مقاومات نجاح أي عمل خير لأن في النهاية احنا نروح نقدم تمام احتياجات للأسر أو للفئات محدودة الدخل طب هم احتياجاتهم أصلاً احتياجات أساسية اللي هي الأكل المأكل والمشرب والمال بس يعني دول أهم ثلاث احتياجات اللي هتشتغل عليهم طيب المشاركة العضوية إنك تكون عضو بقى أن يكون فرض عضواً فعالاً في الأعمال التطوعية وذلك عبر انتستابة لأحدى المؤسسات الخيرية إنك هتروح تنتسب لمؤسسة هتقول لهم أنا عايزة أشتغل معاكم المشاركة العضوية تطلب بزل الجهد والتضحية بالوقت والتفكير الجاد وشحز الهمة من أجل خدمة المجتمع أنت هتقدم بقى هنا في الحالة في الأضوية أنت هتقدم جهدك وتقدم إيه وقتك وقتك وجهدك هيبقوا إيه في المشاركة العضوية مالك أو فلوسك هتوبقى في المشاركة المالية الدعاية اللي أنت هتعملها المشروع أو تدعيمك للمشروع أو أنك تشكر في المشروع وتكلم الناس على المشروع ده اسمه مشاركة إيه معنى وإيه طيب نمزج للعمل الطوائي داخل المدرسة تمام جوة المدرسة تنظيف الحضائق وزراعة تشجير داخل المدرسة أعمال تنظيف المدارس تزيين المدارس والمؤمرات ورسم الوحاة الجدارية أعمال دهان إقامة مسابقات طلبية كل ده جوة المدرسة إقامة حملات التوعية داخل المدرسة فقرات في إزاعة المدرسة طب خارج المدرسة بقى هنطلع برا أصفار المدرسة بقى حفلات لدور المسنين والأيتام والمواقين وزاو الأحتياجات الخاصة والأطفال المرض زيارة الجمعيات والمؤسسات والهيئات الطوعية والخيرية التي تعرف على أهدافها وأنشطتها خمسة النمازج للعمل الطوعي بعد أليات التحفيز لو نريد أن نشجع العمل الطوعي في المدرسة معادلة الساعة الطوعية أو العمل الطوعي بدرجة تضافل الطالب يعني مثلا الطالب اللي هيعمل عمل تطوعي تمام ده مثلا الساعة اللي أنت قدمتها دي مثلا بدرجة بدرجتين حافز يعني حسب معايير تحدد إدارة المدرسة تقديم الدروع والشهادات للطلاب المتميزين في البرامج الطوعي نحن كده بنشجع الطلاب على أنهم يتطوعوا أو ينخرطوا في العمل التطوعي نحن كده خلصنا يلا بسرعة نحل الأسئلة قاموا بعد الأباء بالاتصال ببعض الجمعيات الخيرية ورتب لأبناء اتفاقا معهم يتم بمجاوك قيام الأبناء بالدوام ساعتين أسبوعيا في مقر الجمعيات تفتكر ده هيقوبة إيه بقى؟ دي مشاركة عضوية ولا مادية ولا مالية ولا معنوية؟ من الوضح أنه مدفعش فلوس صحة كده؟ فهي لمالية ولا مادية والوضح كمان أنه مش رايح يعمل إعلان ده هو راح الجمعيات نفسه يقول لهم ابني تمام؟ ساعتين كل أسبوع فده إيه مشاركة تبعي؟ عضوي عايز يبقى عضو في الجمعيات تمام؟ سهلا؟ طيب هناك بعض الأسر أوجدت في منازلها حصالة اسمها حصالت الخير تلا ما حصالة يبقى يتحط جواه إيه؟ فلوس صحة كده؟ تمام؟ حيث يضع الطفل جزءا من مصروفه يبقى دي مشاركة إيه على طول؟ مالية إن العمل الذي يكون به الفرد بتحقيق أهداف اجتماعية محددة دون أن يستهدف من عمله لأجر مش عايز أجر أو جني الربح المادي أو اقتصامه أو تحقيق المنفع أكيد هيبقى عمل إيه؟ تطوع يكون بعض العلماء والطباء على وسائل بتواصل الاجتماع بإلقاء المحاضرات والندوات خدوا بالكوا هنا بيركم حضرات ندوات تسقفية في المجال الصحي والطب والغزاء للتوعية بكيفية مواجهة جاعة كورونا في المجتمع نحن قلنا إلقاء المحاضرات والندوات والتوعية دي مشاركة إيه؟ برافو عليكم مشاركة معنوية قيامة إحدى الجماعيات الخارية بيرسال بعض من منسو بيها المتطوعين بقفلة كبرى على أهل المناطق المتضررة من جراء السيول في مارس 2020 يجسد هذا العمل إحدى مشاركات العمل الطواية المشاركي هنا بيقول لك إرسال منسو بيها الناس بتوحها يبادئهم شركة إيه؟ أو دوي طيب إن المجهود القائم إن المجهود القائم على مهارة أو خبرة معينة والذي يبذل عن رغبة واختيار خد بالكوا رغبة واختيار بغرض أداء واجب اجتماعي ده بيبقى عمل إيه؟ تطوع قيل في الأمثال منعاش لنفسه حلك يجسد المثال إحدى فوعد العمل الطوالي الشباب هو أن التطوع إيه؟ أيوه يغرس قيم الإيثار وإنكار الزات فين؟ في التطوع منعاش لنفسه حلك يبدأ بينكر إيه؟ بينكر زاته طيب يرى الدكتور عبدالهادي الجهري أن المشاركة التطوعية في هي هدف ووسيلة خدوا بالكم في نفس الوقت يجسد هذا القول إحدى أشكال عمل إيه؟ التطوع أكيد طالما على هدف ووسيلة يبقى ما يقصدش بيها السلوك يقصد بيها إيه؟ الفعل التطوع وعندنا هنا الأمثلة ذاكروا الأمثلة دي كويس أنا بسيبها في البيدي إف تحت الفيديو عشان تذكروها لأنها ضرورية جدا في السؤال المقالي أعتقد السؤال المقالي فييجي من أسئلة منصة ذاكر اللي نحن نجيبها في الفيديوهات بتاعتنا تمام؟ بص للصورة دي كده من الواضح أن ده فرد شرطة تمام؟ أو فرد أمن تمام؟ هذه الخيرية تهدف لرعاية الأطفال في الظروف الصعب وخاصة أطفال الشوارع والأيتام استخلص من العبارة السابقة فائدة من فائد العمل التطوعي نحن قلنا رعاية الأطفال الأيتام وخدمة المجتمع صح كده؟ تمام؟ عندنا الإجاباء هي يعد التطوع عليهم في مواجهة المشكلات التي تطعنا منها المجتمعات نجلنا خدمة المجتمعات أو خدمة المجتمع ويديهم السهل حياة كريمة ومبادرة حياة كريمة طيب من الواضح أن فيه فلوس هنا صح؟ يباديو مشاركة ايه؟ ربو عليكم مشاركة مالهية رعاية المسنين تحتاج لجهود تخذوا بالكوا السؤال هذا جديد مواقفة مخلصة من الجميع باعتبر أن هؤلاء المسلمين كانوا يوم اليوم عيادة معطاقة للجميع وكذلك كون رعاية المسلمين من الأمور التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى في دول عبارة السابقة اقترح ستة أساليب على الأقل اقترع بها جدك الذي يقتل معك في المنزل هذا جديد يعني السؤال هذا جديد ويقول لك جدك معك رجل مسلم هتعمل ايه عشان ترعاه بقى؟ هنا أولا جاب هنا تمام ستة حاجات كده ذكروهم يعني لا ربما يجي سؤال زي كده في الانتحان والأمثلة دي بعيدة عن كتاب المدالسة فعشان كده تمام هتتحسب لكم الدرجات بتاعتها والسؤال ده اصلا مش موجود كده في كتاب المدالسة خلاص؟ يعني هنا أثبت أطراف السجادة كي لا تعثر جد أستمع باهتمام لكلام جدي أستقبل أصدقاء جدي ببشاشة وصرور لا أترك الماء والصابون في أرض الحمام أمسك بيد جدي في أثناء صعود الدرج ونزول خوفا من طعف درج ألبي طلبات جدي بسرعة ودون إزعاج بيقولك ست حاجات كده هتعملهم لجدك اللي معاك في المدالسة يلا سؤال اختياري الحقيقة أننا حين نكون صغارا نظنه أن السعادة في الأغز فإذا كبرنا وتعلمنا في مؤسسات التربية المختلفة اكتشفنا أن السعادة في العطاء طيب تجسد هذه الحقيقة أحد فهذا العامل التطوع للشباب وهو أن التطوع هنا بيتكلم عن مؤسسات التربية فاكرين دور المؤسسات الاجتماعية كالمدرسة والأسرة يبقى هنا بيعمل إيه؟ بيعكس دور النظم الاجتماعية في ترسخ قيم التطوع قمت أنت هو فريق المحافظة على البيئة بمدرسها بحملات توعية طبعا حملات توعية البيئة لتعريف زملائك بالطرق البسيطة في كيفية التعامل مع النفايات وكيفية البيئة يجسد أحد أشكال المشاركة طبعا من بيان أن هذه حملات توعية مشاركة معنوية صح كده؟ طيب من بيان من كلمة حملات توعية وبغطول مشاركة ايه؟ معنوية وهذه فيه مثال هنا يقولون الصورة تجسد أحد أشكال لأن هذا بير يعني يبدو أن هناك حفر بير للناس عشان تشرب من المر طبعا أكيد هذا ليبقى فعلة تطوعية صح كده؟ يعني مفيش حد كده مثلا معدي ليه جيت جماعة شنين قالوا أنت بستنى لا يعني ذا كده فعلة تطوعية في الموضوع يعني يعني جماعية أو مؤسسة جابت مؤدات وحفرت فده فعل ايه؟ تطوع وده فيه مثال عندنا مشروع الأسرة المنتجة في الكرة الأكثر فقرا فيها المجتمع مثل تدريب الفتيات على الأشغال والحرف اليدوية من خلال جماعية مصر الخير طيب هنا بقى ده السير مجد يعقوب تمام والفريق الطب اللي معاه تعتقد ان دول هايوا بايه؟ دول بيشاركوا بايه؟ بالمال ولا بالعدوية ولا مشاركة معنوية ولا مشاركة مدينة؟ طبعا دول شغالين في المستشفى على طول دول أعضاء صح كده؟ فدول أعضاء في المستشفى دول شغالين فيها شاركت جماعية تنمية الحي في أعداد كرتونة رمضان بكفزية على أهل الفضل الذين لا يسألون الناس إلحافا في الحي الذي تقتن فيه بيّن الفئدة الاجتماعية من هذا العمل موضحة بمثال من عندنا طبعا هنا دور الجماعيات الأهلية وأنها في تلبية الاحتياجات الأساسية المحدودة الدخل وفيه مثال دايما أنا شاهد مثال حياة كريمة تمام؟ ذكروا المثال ده كويس لأنه يتكرر كتير قوي لقد حست الأديان الساموية على النظافة لأن الله نظيف يحب النظافة الله جميل يحب الجمال وقيل أن النظافة من الإيمان ومن ثم كان على الفرد أن ينظف جسده وملبسه هذا من الظاهر وروحه ونفسه وقلبه من الباطن في دول عبارة السابق اقترح أربعة مشروعات تطوعية لنظافة مدرستك هذا هو جايب أربعة مشروعات تمام؟ أربعة أمثلة لربما يجيب أسئلة من الأسئلة دي لأن الأسئلة جديدة تمام؟ فذكروا كويس الأمثلة دي تمام؟ وأنا سيبها لكم PDF تحت الفيديو الموضوع سهل، الموضوع التطوع سهل جدا وسئلته جميلة وتبقى الأسئلة الحلوة في الامتحان التي تجاوبها من غير أي مشاكل بالعكس تديها درجات يعني لأن السئلة تسعى إن شاء الله الحصة الجاية على طولة تبقى العمل الحر أشوفكم على خير الحصة الجاية، سلام